السلام عليكم أنا منور قناتي يانسون وكراويا النهاردة هنعمل مع بعض بودرة النس كافي اللي هي 3 في 1 هنعملها بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة وموفرة جدا وكمان الطعم حلو قوي وطعمها كمان أجمد من الأزرف اللي بتشتروها من برة وكمان أتقل بكتير ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة يلا بقى نبدأ معنا 4 مكونات الأربع مكونات دي متساوية يعني قد بعض هنحتاج كوب من الكريم الخام اللي هو الكريم شانتيه بدون سكر ومعنا كوباية لبن بودر ومعنا كوباية سكر ومعنا كوباية من النسكافيل بلاك النسكافيل بلاك هنطحنه بمطحنة الخلاط هو والسكر وهنحتاج كمان بطرمان ويفضل يكون زجاج البطرمان مغسوله بمية سخنة وناشف تماما من المية والبطرمان هنستخدمه عشان نحفظ فيه النسكافيل ده كيس النسكافيل اللي أنا استخدمته استخدمت منه كسين الكيس ده الواحد بتمانية جنيه وكمان ده اللبن البودر اللي أنا استخدمته برضو استخدمت منه كسين بس انتو ممكن تستخدموا أربع كيس يعني ممكن تضعفوا كمية اللبن البودر دلوقتي هنحط السكر في المطحنة الخلاط ونطحنه بعد كده نفضيف البطرمان وكمان هنطحن النسكافيل بلاك لأنه بيكون خشن والنسكافيل اللي بيتباع اللي هو 3 في 1 بيكون ناعم جدا وده شكله بعد ما اطحن شكله بيكون زي البودرة كده وبردو نضيفه على السكر في البطرمان وكمان هضيف اللبن البودرة زي ما قلتلكم انا ممكن اضاعف كمية اللبن البودرة احنا بنحبه تقيل عشان كده انا عملت كباية واحدة ممكن انتو تعملو كبايتين برضو هيكون حلو وكمان هنضيف الكريم شانتي او الكريمة وكمان هنضيف رشة ملح صغيرة ونغطي البطرمان ونرج البطرمان كويس جدا عشان كل المكونات دي تختلط مع بعضها كويس لازم المكونات تختلط مع بعضها كويس جدا هنشوف دلوقتي ازاي نعمل النسكافيل وهتشوفوا شكله عامل ازاي وكمان ازاي نعمله برغوة كسيفة هنضيف في كل كباية معلقتين من النسكافيل ده لو عايزينه تقيل بيكون تقيل جدا وطعم النسكافيل ظاهر فيه بس لو عايزينه يعني خفيف شوية هو ما ببقاش خفيف ببقى حلو برضو قوي حطه معلقة ونص بعد كده هنضيف المياه المغلية على النسكافيل ونقلبه كويس جدا بالمعلقة شايفين هو تقيل ازاي وطعمه حلو جدا والنسكافيل طعمه ظاهر فيه جدا احسن من اللي بنشتريه من برا بيكون خفيف قوي لانهم بيخفوا كمية اللي النسكافيل وبيزوده الكريمة واللبن البودر والسكر دلوقتي هنعمله برغوة كسيفة هناخد النسكافيل ده ونفضي في الخلاط العادي او في الهند بلندر ونخفكه بالخلاط لمدة دقيقة واحدة بس بالشكل ده الرغوة بتاعته هتزيد وهيكون شبه الكابتشينو شوية اهم حاجة في النسكافيل التقليب الكويس شايفين ما عملنا في الخلاط الرغوة بتاعته زادت جدا ازاي وكمان الطعم بتاعه بيكون احلى ما بنقلبه بالمعلقة وبكده اكون عملت بدرة النسكافيل صدقوني زي الجهزة ويمكن كمان الطعم احلى بكتير وبالزات طعم النسكافيل اقوى كتير جدا من الازروف اللي بنشتريها جاهزة ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وبالهنة والشفة مقدما والسلام عليكم